السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أحبائي وأعزائي نتكلم اليوم عن القتال العنيف الذي يكون بين الذكر وبين الأنثى وهذا إن دل فإنما يدل على عدم توالف الذكر مع الأنثى يعني ليس هناك حب بين الذكر وبين الأنثى وهذه مشكلة الاختيار الاضطراري يعني أنت جئت بأنثى من مكان وجئت بذكر من مكان آخر فأدخلت الأنثى على الذكر وهذا هو الصحيح أن تدخل الأنثى على الذكر وليس العكس فعندما تدخل الأنثى على الذكر يحدث تقاتل عنيف ونلاحظ ذلك أن الذكر يجلس في أرضية القفص لأنه خائف من الأنثى لأن الأنثى تكون هي الأقوى بل وقد تقوم الأنثى بقتل الذكر فلماذا يحدث هذا؟ يحدث هذا لأسباب عديدة أول شيء عدم وجود الحب ما فيش حب بين الذكر وبين الأنثى أن الأنثى ليس مستلطفة الذكر ما عندهاش قبول ناحية الذكر الذكر دائما هو الأقوى يكون عنده ميول إلى التزاوج وميول ورغبة قوية جدا لممارسة العلاقة والتزاوج لكن الأنثى ما بيكونش عندها الرغبة الأنثى لا يأتي عندها الرغبة في التزاوج وما بيكونش مستعدة للتزاوج يعني بتكون زيفة إلا في موسم التزاوج يعني عندما تكون في فترة التبويض في هذه الفترة تكون الأنثى مستعدة للتبويض فعندما تدخل الأنثى على الذكر الذكر يكون عنده ميول إلى الجنس فيريد أن يتكاثر والأنثى ترفض هذه العلاقة فيحدث تصادم عنيف وقتال قد يصل ذلك إلى أن تقتل الأنثى الذكر لذلك يجب عليك أن تكون حذرا جدا عند وضع الأنثى مع الذكر في أول مرة يعني عندما تدخل الأنثى مع الذكر يجب أن تجلس يعني إجلس بجوار الذكر والأنثى لتنظر فإذا رأيت هناك قتالا عنيفا يجب في هذه الحالة فصل الذكر عن الأنثى يعني ممكن أن تأتي بقفص وتضعه بجوار تضع الأنثى في قفص والذكر في قفص والإثنين بجوار بعضهما حتى يحدث قبول لمدة تتراوح من أسبوع إلى عشرة أيام وبعد ذلك تبدأ مرة أخرى في إدخال الأنثى على الذكر وليس العكس ليس العكس يعني تأتي بالأنثى وتدخلها في القفص لأن ده بيت البغبغاء هيكون يعني هو ده الملك هو ده صاحب البيت فبيكون واخد على الأفص بخلاف الأنثى فبتكون دخلة غريبة ممكن نعمل لها عملية يعني إضعاف لأن الأنثى بتكون أقوى من الذكر فيجب أن أنت تراقب الذكر والأنثى حتى يحدث التوالف حتى لا يحدث لا قدر الله أن تقوم الأنثى بقتل الذكر طيب عشان لازم ننتبه لحاجات مهمة جدا أن ما ينفعش أن نضع الكثير من الفيتامينات التي تؤدي إلى زيادة التزاوج والرغبة في التزاوج يعني هناك فيتامينات تؤدي إلى أن الذكر يهيج ويصبح زايف ويصبح عنده ميول جنسية قوية هذه الفيتامينات يعني بكثرتها عند دخول الأنثى تجعل الذكر يعني يريد أن يقيم العلاقة يريد أن يقيم التزاوج فيحدث طبعا الأنثى ما عندهاش رغبة الأنثى ليس عندها رغبة لأن ما هياش في فترة التبويض فطبعا بيحدث قتال عنيف جدا حتى لو كان الزوجين في بينهم توالف بيحدث القتال أيضا بسبب حضرتك بتحط محفزات للتزاوج فتجعل الذكر شديد القابلية للتزاوج وطبعا الأنثى بتكون ضربة تناش ومش في دمغة دائما بنقول أن الأنثى بتكون أضعف في بعض الأزواج لما بتاجي تدخل الأنثى على الذكر الأنثى دي بتكون يعني إيه؟ طبعها يعني إن هي شرسة بتكون أنثى عنيفة أنثى شديدة وقوية هذه الأنثى طبعا يعني أنا أقول لك يجب عليك أن تتجنب هذه الإناث الشرسة لأن هذه الإناث الشرسة العنيفة بيتبقى مشاكلها كبيرة جدا يعني اختار الأنثى اللي هي بتكون يعني هادية بتكون طيبة بتكون مفيش عندها يعني خوف زائد عن الحد طبعا الأنثى دي هتريحك كتير جدا الأنثى الهادية هتريحك حتى لو يعني ما فيش بينها وبين الذكر توالف فمش هتقدي إلى قتل الذكر بينما الأنثى العنيفة الشريسة دي أنثى خطيرة جداً خطيرة وطبعاً يعني حتى يعني انتاجها بيكون قليل بخلاف الأنثى الهدية الطيبة الهدية اللي هي ما عندهاش خوف زائد فبتكون كويسة جداً ودي بتبقى طبائع أنا عايز أقول أن يعني في بعض الأزواج ممكن تدخل الأنثى مع الذكر فبتلاحظ أن الأنثى بتقبل الذكر بسرعة وده ممكن يحدث بسبب زيف الأنثى يعني الأنثى بتكون في نوسم التزاوج وإنت أدخلتها على الذكر فبتكون هي عندها قبول للتزاوج لأنها في فترة التبويض وفترة التبويض هي بيكون عندها رغبة في إقامة التزاوج فبيحدث التزاوج السريع ده سبب من أسباب التوليف السريع السبب الثاني إن يحدث حب يعني إن فيه إن الأنثى عندما تدخلها للذكر فدائماً المشكلة دائماً يا جماعة المشكلة لا تكون في الذكر المشكلة دائماً تكون في الأنثى يعني الذكر عنده رغبة جنسية طول السنة لكن الأنثى هي المشكلة يعني الرغبة الجنسية عندها ما بتكونش موجودة إلا في فترة الموسم إلا في فترة التبويض بيكون عندها الهرمونات والتبويض عندها بيخليها زيفة بيخليها عندها رغبة للجنس بخلاف الذكر دائما الذكر في كل الحيوانات بيكون هو الأقوى وبيكون هو اللي عاجز يقيم العلاق فبنقول أن لو أنت دخلت الأنثى على الذكر وحصل بينهم حب وحصل بينهم توالف سريع وطبعا التوالف السريع بنعرفه أن الأنثى بتقف بجوار الذكر أن الذكر والأنثى بيحصل بينهم مغازلة وبيحصل أن الذكر يقوم بإطعام الأنثى دي أول علامة أول ما تشوف العلامة دي تتعرف أن حصل توالف ويستبشر خير لأن إذا اختارت الأنثى الذكر عن حب فده بيأدي إلى زيادة الإنتاج لأن طبعا الاختيار عن حب بخلاف الاختيار الاضطراري يعني يو خلاص اتفرض عليها الذكر ده مع أنها مش حباب مع أنها مش يعني مش مستلطفاء لكن اتفرض عليها يعني إيه زي حاجة كده إيه زي زواج الصالونات فيه فرق بين زواج الصالونات وفيه فرق بين الزواج لما بيكون عن حب طبعا الزواج بيكون عن حب ده حاجة تانية خالص وزواج الصالونات ده بيبقى يعني إيه يلا وخلاص طيب طبعا من الأخطاء أن بعض الناس بيجي فيه بيكثر من وضع المحفزات في غير موعد الموسم يعني إحنا مثلا في الصف ويتلاقيه مثلا أعمال يضع محفزات وجرجير ويحط فيتامينات عشان يحفز الذكر فده طبعا خطأ كبير جدا لإنه ما ينفعش تحط محفزات محفزات التزاوج إلا في موسم التزاوج أو قبل منه بشهر أو شهرين طيب إحنا الوقت أيضا من الأسباب اللي بتأدي إلى القتال العنيف اللي بيحدث بين الذكر والأنثى إن الأنثى تكون في موسم التزاوج وبتكون طبعا عندها هرمونات الهرمونات عندها متلخبطة وبيكون عندها طبويض وبتكون الأنثى زيفة يعني عندها قبول لممارسة الجنس والتزاوج لكن طبعا بيكون الذكر أصغر من الأنثى فلما بيكون الذكر زغير طبعا إحنا عندنا إن الأنثى بتبلغ قبل الذكر الأنثى تبلغ قبل الذكر يعني الأنثى ممكن تبلغ على سنتين لكن الذكر ممكن سنتين ونص أو ثلاث سنين الشهد كله إن لازم يكون الذكر أكبر من الأنثى يعني لازم يكون الذكر أقوى من الأنثى لأن في البداية لما أنت حضرتك بتدخل الأنثى على الذكر اللي بيحصل إن الأنثى بتكون قوية وهي اللي بتضعب الذكر واللاحظ إن الذكر بينزل في أبضية الأفص ده بيحصل إيه فترة وممكن كمان يعني إحنا لازم نتابع الموضوع ده كويس جدا لإن ممكن ساعات الأنثى تخلي الذكر ما يقربش من الأكالة من الطعام والشراب فيحصل إن الذكر يضعف يعني بيكون معرض للخوف ومعرض أيضا لنقص الطعام فمنعته بتضعف فأقل ضربة من الأنثى بتقضي على الذكر نخلي بدنا من الموضوع ده كويس أو نرأي بالأنثى والذكر في حالة عدم وجود التوالف لازم نرأي الكويس أوي عشان لقدر الله ما يحصلش قتال عنيف جدا وممكن يؤدي لمشاكل كبيرة لازم إن إحنا نجيب الذكر الذكر يكون أكبر من الأنثى يعني لما يكون الأنثى عندها سنتين يكون الذكر عنده ثلاث سنين يكون هو الأقوى لازم ننتبه كويس أوي للموضوع ده هو في بعض الناس بتحفز إن إنت أول ما تشتري الأنثى حاول إن إنت ما تدخلها شي على الذكر لازم تفصلها في أفص والذكر في أفص تاني وتحطون اتنين بجوار بعض ولازم تجوع الأنثى قبل ما تدخل ما تدخلها على الذكر لازم تجوع الأنثى قبل ما تدخلها على الذكر بحيث إن إنت لو حطتها في يعني مثلا تجوعها أربع ساعات في حين إن الطعام بيكون موجود في أفص الذكر بحيث إن هي لما تخش على الذكر فبتكون جعانة بتكون عايزة تاكل فبمجرد ما تدخل على الذكر بتكون ضعيفة فطبعا يستطيع الذكر انه هو يغزلها وانه هو يأكلها يعني بعض النصائح لعملية التوليف بين الذكر وبين الأنثى وصدقني لو حصل التوليف بسرعة حصل التوليف بين الذكر والأنثى بسرعة فتعرف ان الأنثى اخذت الذكر عن حب فاستبشر خير ان هيكون فيه خير كبير جدا لان الحب طبعا بيزود بيؤدي الى زيادة الانتاج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته